الحي المنان من أبدع هذا الإنسان صوره في أجمل خلق ما أبهى صنع الرحمن آيات للمولى فيها أسرار في كل أعوان في جسم الإنسان عظاة في جسم الإنسان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتي في الله أهلا بكم في الحلقة السادسة والعشرين من اللقاء المتجدد الرمضاني اليومي من أسرار الأرقام في جسم الإنسان وفي هذه الحلقة بمشيئة الله عز وجل نستكمل في فيلم قصير جدا ما بدأناه في حلقات سابقة عن إعجاز الخلق في الجهاز البولي هذا الفيلم القصير بعنوان الكلية وعجائبها قبل أن نتحدث ندخل في موضوع آخر أو جهاز آخر من أجهزة بالجسم الكلية تتكون من مليون وربع مصفاه والمصفاه هي النفرون بالمصطلح الطبي والكلية بحاجة إلى هذا العدد من المصافي لأنه يرد إلى الكليتين من الدم ما يقارب ألفا وسبعمائة لتر في كل ليلة ونهار ومجموع النفرونات في كل الكليتين يستقبل ويصفي مئة وثمانين لترا في نفس المدة إن جدر أنابيب النفرونات تميز المادة النافعة للجسم فتمتصها وتميز المادة الضارة فتلفظها خارج الجسم على شكل بول لذلك نرى أن الله عز وجل قد خلق مسامات شعيرات النفرون أصغر من جزيئات المواد البروتونية فلا تنفذ البروتينات النافعة من خلالها إلى أنابيب البول الأمر الذي من شأنه أن يحفظ للإنسان المواد البروتينية من الضياع المستمر حقا وصدقا قال الحق تبارك وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر هذا الفيلم تكمل لموضوع الجهاز البولي الذي أمضينا فيه حلقات كثيرة خلال الأيام الماضي وبمشيئة الله عز وجل اليوم سنتحدث عن إعجاز الخلق في الجهاز الهضمي وأسرار الأرقام في هذا الجهاز الذي لا تعلم عنه إلا أنك تعد المائدة من أطيب الطعام والشراب واللحوم والفاكهة وغيرها وتستمتع بمذاقات اللسان بهذا الطعام وبعد أن يدخل إلى هذا المكان المريء وينزل إلى المعدة لا تعلم عنه شيئا بعد ذلك ولكن هذا عالم مجهول جدا بالنسبة لك فهذا العضو الكبير هو الجهاز الهضمي جهاز الكبير أصول الجهاز الكبير مكون من أعضاء أي جهاز مكون من أعضاء جهاز داخل الجسم لا تراه نحن نتكلم قبل كده عن العينين الأذنين عن حتى اللسان والشفتين العظام ممكن أعضاء ظاهرة إنما دي حاجة يعني ينتهي دورك فيها عند أن تدخل اللقمة إلى فمك وتمضغها جيدا ثم بعد ذلك هل تعلم ماذا يحدث لهذه اللقمة في جسدك هل تعلم أنه يعني تدخل هذه اللقمة خلال المريء إلى المعدة ماذا يفعل بها ثم الاثنى عشر ثم الأبعاء ثم الأبعاء الدقيقة ثم الغليزة ثم تخرج بعد ذلك فضلات وسموم خارج جسدك يعني لا يشعر بالنعمة إلا من فقدها اللهم أتم علينا النعمة واشف مرضى المسلمين يا رب العالمين جهاز الهضم يعني جهاز كبير جدا جدا فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يبصرنا وأن يفاهمنا وأن يعرفنا أول صورة دايما أنا بأعقب على الصور إنها مش صور علمية ولا صور فيسيولوجية ولا تشرحية ولا طبية لا دا صور لتأمل خلق الله عز وجل هذه الغدد اللعبية فوقهيت وهذه الغدد النكافية والغدد تحت الفك وتحت اللسان دي أنواع الغدد اللعبية اللعبية اللي انت لو فقدتها نسأل الله السلامة لا تستطيع أن تبدغ الطعام لأن هذا الطعام أنا أعرف مرضى يعني يشربون مع كل لقمة يعني بعض الماء لكي يسيغوا هذه اللقمة لأن هذه الغدد معطلة عندها في أمراض بيتنشف الغدد دي بيطلعش العاب فييجي يبدغ الأكل ملايش مواد مرطبة لهذا الطعام يعني نعمة اللعاب بيختلط باللقمة لكي يسهل الله عز وجل عظمها طبعا جزء بيجير منها جدا من الهضم بيحصل في الفم قال لي بالي ذاك المضغ الجيد مهم يعني وبعدين بيدخل بعد كده للجوف الفموي وبعدين بينزل إلى البلعوم هذا اللسان وهذا بالعمة هو بتاع وبعدين المرئ المرئ ده خصة كبيرة جدا وبعدين المعث اللي هو البنكرياس بالانجليز يعني اسمها بالعرب المعث المعيدة والقناة المعث كلية البنكرياتك دكت اللي هو القناة البنكرياسي يعني وده الكبد علند المرارة وبعدين القنانة السفروية المشتركة اليه كومر بايل دكت ودي الأمعاء الدقيقة ودي الأمعاء الغليزة ودي المستقيم ودي الشرق يعني جهاز معقد جدا 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 في أعضاء كثيرة جدا جدا في خلايا بالآلاف المؤلفة عمليات فيسيولوجية بالآلاف المؤلفة عمليات حيوية لا تعلم عنها شيء إلا أنك حضرت الأكل وبتريد تأكل وخلاص على كده خلاص على كده ولكن الله هو الذي تولى جميع أمرك سبحان من رباك وعلى موائد كرمه غذاك هذه برضو صورة تانية بالغلب منها أنك تشوف الخصة ماشي إزاي هذا الفم وده الحلقة وده المريء وده المعدة وده ابن كرياس وده القولون والمستقييم وده الأعور اللي هو الزيدة فهي إعجاز على فكرة زيدة هي مش زيدة ولا حاجة على فكرة يعني مش زيدة عند الجسم هذا لها مهمة عظيمة جدا كلنا زمان بنقول ده زيدة لا مش زيدة ولا حاجة لا زيدة ولا نقصة ده 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 لها مهمة أن نقولها إعجاز في خلق الزيدة وقادي جزء برضو الصورة التانية للمعدة المعدة في صورة اللي بعدها أسمى عمد المعدة قادي المريء ولي فتحة الفؤاد طبعا هنا صمام صمام لو يعني اختلت وظيفته وصيب المريض بحاجة يسمى الارتجاع يجي يرتجح حامض المعدة في المريء ألم شديد جدا 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 اللي هو لو اختل الصمام اللي بين المريء والمعدة ويسمى الارتجاع أسوبيل ولي فتحة البواب تحت يبقى فتحة الفؤاد فوق وفتحة البواب تحت فتحة الفؤاد فتحة الفؤاد بتدخل الأكله والدي بتطلعه ودينا معها الدقيقة أولي 12 طبعا لسه تعريبا السورة مش كاملة يزاك الله خير في جدار المعدة مليار خلية تفرز انت شفت المعدة طبعا ما عارف شكل المعدة فيها مليار خلية يعني ألف مليون خلية غير نحفظ الأرقام دي تفرز حامض الهايدو كولوليك اللي هو كولور الماء ما يزيد عن عدة ألتار في اليوم الواحد كام لتري يعني كده وقد جهد العلماء في حل هذا اللغس ايه اللغس لماذا لا تهضم المعدة نفسها المعدة فيها أكبر سائل حامض في الجسم كله ده الحامضية بتاعته واحد تعرف الحامضية كل ما بتنزل بتزيد لغير ما تصر سبعة واربعة من عشرة كل ما تزيد بعد كده يبقى قلوي لما تنزل بتبقى واحد يعني حامض رهيب جدا ليه ما بتخدمش نفسها تربر أفلا يتربرون إذا كانت تحتوي على أعلى نسبة حموضة بالجسم وهي بي اتش واحد أنت كل سبعة واربعة من عشرة ده البي اتش مش كده كل ما تنزل بتزيد الحموضة هي واحد يعني أعلى درجة حموضة في الجسم لماذا لا تهضم المعدات نفسها في عمليار خلية إن ذلك يمكن أن نفهمه إذا عرفنا أن هناك ما يسمى بالحاجز المخاطي المعدي اللي هو يعني حاجز معدي مخاطي أو حاجز مخاطي معدي أي حاجة تجيب دي الأول تجيب دي الآخر المهم بالانجليزي ميوكوزال باريار إيه بقى الحاجز دي حاجز الرهيب الجميل العظيم اللي بقدر الله الحفيز حافظ المعدة وحفظك إنه هو لما بيتهتك شوية ولما بيضعف شوية بيصاب المريض بقرحة المعدة ده لما بيرهق نفسه بقى في الحادق والحرق والتدخين والانفعالات والشغلانة اللي انت بالك فيها دي فلابد أن نتأمل خلق الله في هذا الحاجز وإزاي ربنا حفظ المعدة إنها ما تتضمش وهي أعلى نسبة حموضة في هذا السائل قرر صورة الصورة دي الصورة أول صورة أيوة قادي المريء فوقه وبعدين قري فتحة الفؤاد وفتحة البواق مش كده ودرقصة عشر هنا بقى اللي على اليمين ده قرر الطبقة المخاطية مش عارف الشاشة برجبها كلها الطبقة المخاطية تحتها طبقة تحت مخاطية تحتها طبقة عضلية تحتها طبقة مصلية كل دي طبقات بتمثل اللي بنقول عليه جاستريك ميوكوزا البريار اللي هو الحاجز المخاطي المعدي كل طبقات دي بتكون الحاجز المخاطي المعدي اللي هو بيحمي المعدة من إنها تتهضم كلحم من هذا السائل اللي هو بالشكل البني اللي هو تجويف المعدة شمال يعني إحنا الوقت الطبقات اللي قلتها دي من الداخل إلى الخارج من جوه البرة أولها الطبقة المخاطية يليها الطبقة تحت المخاطية يليها الطبقة العضلية يليها الطبقة مصلي كل ده من جوه البرة هذا الأول حاجة هذا الغشاء المخاطي المعدي سميك يتجاوز سمكه أكثر من واحد ملي مش حاجة رؤياء يعني فتؤدي إلى حماية كبيرة المعدة نمرة اثنين نمرة اثنين يتكون جدار المعدة من بالترتيب من الداخل للخارج زي ما قلت غشاء مخاطي طبقة تحت الغشاء المخاطي طبقة عضلية فيها ثلاث عضلات أنا بقرأ الوقت على الفكر أنا قلت الأول بس الوقت بقرأ فيها ثلاث عضلات عضلات طولية ودائرية ومائلة يعني عضلات دخلة بعضها عشان تعمل جدار سميك مش عضلة واحدة تتلاث عضلات متدخلة وبعدين غشاء المعدة أو الطبق المصري هنا برضو الصورة اللي بعدها اللي غدد معمولة بطريقة سبحان الخالق العظيم عاملة زي الصوابع داخل لو طلع كده يعني نعرض الصورة برضو خلايا غدد المعدة دية خلايا تفرز المخاط وغدة معيدية الشكل ده بيحمل معدى نفسها من انها تكون يعني طبقة واحدة لا ده السائل داخل طالع في قنوات زي ده وبعدين ادي انزيم بيبسين خامل وده حمض كل ده حماية لجدار المعدة يعني خلي الصورة كده حامد الهايدوكوروريك يعبر هذا الحاجز من خلال قنوات في منتهى التعقيد اللي انت شايفه قدامك دي ولها منظر مثل الاصابع لهذه القنوات زي الصوابع كده يتم افراز الحامد على الغشاء الداخلي لهذه القنوات المعقدة بعيدا عن سيتوبلازم هذه الخلايا المفرزة ويتم افرازه ونقله عن طريق هذه القنوات الى داخل تجويف المعدة دون ان يؤذي هذه الخلايا تاريكا هذا الحاجز الجيلاتيني سليما شفتي ابداع الخلق انت قد بالك من ابداع الخلق انا بقولش الوقت طب ولا هستورجي انا بقول كلام في ابداع خلق ربنا سبحانه وتعالى ازاي حامل معد بهذا التركيب العجيب فيش مصطفة والعشوائية والعبث في خلق الله عز وجل اول وثاني حامد الهايدروليك دي تاني حماية يعبر هذا الحاجز من خلال القنوات في منتهى التعقيد لها منظر مثل الاصابع لهذه القنوات ويتم افرازه على الغشاء الداخلي لهذه القنوات المعقدة بعيدا عن سيتوبلاز بهذه الخلايا المفرزة ويتم افرازه ونقله عن طريق هذه القنوات الى داخل تجويف المعدة دون ان يؤذي هذه الخلايا ان شاء الله هنكمل بمشيئة الله من الحلقة انتأت يعني في حلقة الغاضي مشيئة الله عز وجل نلتقي مع حضراتكم نستكمل هذه المعلومات القيمة وحتى نلقاكم استودع الله دينكم واماناتكم وخواتيم اعملكم سبحان الحي المنام من ابدع هذا الانسان صوره في اجمل خلق ما ابهى صنع الرحمن آيات للمولى فيها أسرار في كل اعوان في جسم الانسان عضاة في جسم الانسان بيان آيات للمولى فيها أسرار في كل اعوان في جسم الانسان عضاة في جسم الانسان بيان سبحان الحي المنان